موسيقى لسه الأخبار عن التغييرات المهمة اللي طرقت في تركيبة النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية بتسيطر على الأخبار في الصحافة العربية بتكتهد الصحف وبيحاول معاها كتاب الرأي ان هما ينقلوا للقارق تطورات او فهم القضية وتحليل القضية وبينقلوا للمواطنين ازاي هما شايفين وبيقرؤوا الموضوع ازاي الصحافة بتتكلم عن بتحاول انها تفهم دلالات ازالة او الاطاحة بالأمير مجرن من منصب ولي العهد في مقابل تصايد الأمير محمد بن نايف المنصر ومقابل تعيين محمد بن سلمان وليا لولي العهد بالاضافة لاعفاء الأمير سعود الفيصل عن منصبه كوزير خارجيه ولي شغلوا لمدة اربعين سنة ممكن ليقرس طحف السعودية هيلاقي ان المتكرر في مقالات كتاب الرأي هو الإشادة بالتغيير والتأكيد على فكرة ان القيادة بتتنقل لجيل من الشباب طب يحط القارق غير الملم بالشأن السعودي قدام خيار من اتنين اما انه يقتنع ان هو ده الرأي العام السعودي فعلا وهو ده اللي الصحافة السعودية يعني شايفة من دلالات التغيير او هيحس ان فيه تعميم لرسالة بعينها من خلال الصحافة مش بنحكم مش بنقيم الموقف ولكن بنعرض لحضراتكم مقتطفات من اهم مقالات الصحف السعودية النهاردة وخلينا نشوف ازاي تمت معالجة قضية التغييرات دي وقرائتها ازاي تمام في المقابل هنحاول ان احنا نشوف الصحافة اللي بتعادي التغييرات وبتعادي المملكة العربية السعودية غطت نفس الحدث ازاي وبين الطرفين ووجهتين النظر بنشوف الصحافة ازاي بتتعامل مع اي موقف وبتغطيه من وجهة نظرها نشوف من الشرق الاوسط مقال للكاتب سمير عطالة بعنوان رجال الملك شباب المملكة بيقول في المقال ان القرارات الملكية صباح الاربعاء كانت قرارات في بناء المملكة وهيكلية المستقبل وليس فقط في تشكيل ادارة العهد سلمان بن عبدالعزيز هو من يقدم على هذه الخطوة الاولى نقل ولاية العهد الى احفاد المؤسس فالرجل الذي ادار امنها في ادق المراحل العربية واضق ظروف المملكة وظهور شتع الحركات والاخطار ليس سرا ان محمد بن نايف هو رجل الامن العربي الاول الحد الاقصى من الامن بالحد الادنى من الشدة رجال الملك هم ايضا شباب المملكة الداخلية في يد محمد بن نايف والدفاع في يد محمد بن سلمان الذي يقال انه الوحيد الذي يمضي من الوقت في مكتبه اكثر من والده وهو ما يرتسم من اخطار في الداخل ومن مخاطر في الخارج صارت السلامة الوطنية في يد دينماكية تناسب او تتناسب مع عجلة التحدي وضخامة المخاوف في الحياة اللندنية مقال للكاتب جميل الذيابي تحت عنوان بصلة سياسية وقيادة شبة بيقول برضو في مقاله او مقتطف من مقاله لم تمر مائة يوم حتى الان على تولي خادم الحرمين الحكم الا ان القرارات حازمة والقيادة شبة والنجاحات عدة والبصلة السياسية صوب الرياض مرة انتقال الحكم في المملكة منذ تأسسها بسلاسة ومرونة ولم تشهد عملية اختيار الملك او ولي العهد نائب الاول او ولي العهد نائب الثاني ايت اشكالات ولم يسجل التاريخ السعودي اي فراغ سياسي او دستوري بما يؤكد ان مسألة الحكم داخل الاسرة الحاكمة محسومة وفق الاتفاق والتصويت داخل بيت الاسرة وهيئة البيع قد اشهد العالم اجمع لعملية انتقال السلطة الى الملك سلمان بعد رحيل الملك عبدالله ابن عبدالعزيز نظرا لما شكلته من صورة نموذجية لثبات الحكم وسلامة انتقاله وما عكسته من استقرار البيت السعودي فباتت محل تقدير الداخل والخارج ده مقال من الحياة اللندنية نخرج لمقال تاني للكاتب عبدالعزيز السويد في مقاله السعودية الجديدة بيقول فيه انه الامير محمد بن نيف ابن عبدالعزيز رجل الامن ومكافح الارهاب بالمقال برضو من جريدة الحياة تصعدت نجاحاته في حفظ الامن بالوقاية واجهاض الجرائم الارهابية قبل وقعها وستفوضى تعيشها دول قريبة وبعيدة وتهديدات من دول وجماعات ارهابية الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وهو منذ تصدره لمهام وزارة الدفاع ورئاسة الديوان الملكي ونحن نرى نشاطا فاعلا على المستويين السياسي والعسكري وقلبت عصفة الحزم بقواتها الرئيسية ومددها القوات المسلحة السعودية الصورة وغيرت واقعا بائسا كادت المنطقة العربية تغرق فيه عصفة الحزم ازالت تهديدات الحوثي وحلفاء داخل اليمن وخارجها عن السعودية ودول الخليج طيب دروق نخرج لمقال للكاتب عبد الرحمن اللحم وعنوان المقال بتاعه هو عرش يتضفق حيوية بيقول فيه انه السياسي هو الطريق الى المناصب القيادية والسيادية في الدولة من دون اعتبار لاي شيء اخر فالامير محمد بن نايف جاء على خلفية انجاز امني كبير كان فيه ايقونة النجاح في مواجهة اعتى تحدي مرت به الدولة وهو المواجهة المفتوحة مع الارهاب والجماعات الدينية المسلحة واستطاعت القوى الامنية التي يدرها بان تواجه ذلك التحدي بكل قوة وان تنجح في تفكيك خلاياها النائمة منها والمستيقظة كما نجح في الوقت ذاته على بناء مؤسسة امنية متماسكة ومؤهلة وقدرة على اتعاطي مع التحديات الامنية واستخدامها ببراعة في معركتها مع مجموعة من الاشباح والعصابات التي تصعب مواجهتها الا انه مع ذلك حققت نجاحات كبيرة في اختراقها وتفكيك خلاياها افتتحية جريدة الوطن السعودية برضو كانت تحت عنوان الملك يؤسس لمرحلة الاحفاد بتقول الافتحية انه في قرار كان محل ترحيب رسمي وارتياح شعبي اسس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فاجر امس مرحلة جديدة في بيت الحكمة السعودي ادخل خلالها احفاد الملك المؤسس للمرة الاولى لولاية العهد وذلك باختيار وزير الداخلية الامير محمد بن نايف لهذا المنصب خلفا للامير مجرن بن عبد العزيز الذي طلب اعفاؤه فيما تم اختيار وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان يكون وليا لولي العهد وهو ما يجعل نائبي الملك الحاليين من جيل الاحفاد في صادقة تاريخية دي كانت من افتتاحية جريدة الوطن السعودية طيب في مقابل التغطية السعودية والتغطية المؤيدة للقرارات كان فيه تغطية تانية بتؤكد على معنى الشباب وتؤكد على الكلمة دي طول الوقت لاي الأخبار اللبنانية المنهضة للعائلة الحكيمة العائلة السعودية الملكة بتختار عنوان تغطيتها حكم الصبية وبتعبر عن وجهة نظرها في التغييرات كالتالي بتقول انه اجهز الملك سلمان امس على ما تبقى من تركة سلف وعبد الله باعفاء الامير مجرن بن عبد العزيز من ولاية العهد بعدما كان الضمانة الوحيدة لوصول الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني الى العرش وبذلك تصبح المملكة السعودية خضاعة بالكامل لسلمان وابنه محمد وزير الدفاع وولي ولي العهد ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية وابن شقيق ومحمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس لجنة الشؤون السياسية والامنية وفي سابقة في تاريخ الدولة السعودية يتم اعفاء ولي العهد من منصبه اذ لم يصل الخلاف الذي نشب بين سعود وفيصل في مطلع الستينيات من القرن الماضي الى حد اعفاء سعود لاخيه فيصل من منصبه ولكن سلمان فعل ذلك رغم ان الامر الملكي رقم واحد 86 الصادر عن الملك عبد الله بتاريخ 28 مارس 2015 ينص على ان امر تعيين ميجرن في ولاية العهد لا يجوز باي حال من الاحوال تعديله او تبديله باي صورة كانت من اي شخص كان او تسبب او تأويل لما جاء فيه الوثيقة الموقعة منا ومن اخينا اسمه ولي العهد دي الجزء من المقال او من التغطية الى عملتها جريدة النهار اللبنانية اخر حاجة في التغطية العربية يعني عايزين نقف فيها هي مقال فكرته كويسة جدا في موقع زائد 18 للكاتب محمد ابو شنان الكاتب بيحاول ان هو يشرح للمصريين ابعاد السياسة في الخليج بطريقة مبسطة جدا وربما مفيدة جدا كمان لغير المتخصصين والمطلعين المقال او الفقرة في مقاله بيقول ان الحياة في شبه الجزيرة العربية ليست بالبساطة التي يتخالها ساكنه ودي انيل ودلتاه الحياة في الجزيرة قائمة على الفرد وحده كيف تعيش وسط الصحراء وحدك تقاوم وتخوض المؤامرات مع الجميع وضد الجميع من اجل الحياة محاولات تفسير وفهم ما يمكن تسميته بالسياسة الخالجية عملية معقدة وليست بالسهلة كان خبر التغييرات الاخيرة في المملكة العربية السعودية مفاجئ للجميع بدون استثناء حتى للامير ميجرن ابن عبدالعزيز ذات نفسه والذي كان يحضر عشاءا بروتوكوليا ليلة اول امس بالصفة وليا للعهد وحسب بعض الروايات فقد تم ابلاغه بالقرار الملكي بعد انتهاء العشاء دي التغطية في الصحافة العربية للقرارات السعودية اللي كانت اول امبارح بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم تغطيتنا في الصحافة اشتركوا في القناة